ايمن براحب بك في البداية وببرك لك على حاجتين طبعا الفوز النهاردة وعلى اداء خلال الفترات السابقة مع النادي الاهلي منذ قدومك وعودتك لسوفه في النادي الاهلي طبعا مبروك على الفوز الأول طبعا الحمد لله تلاتة بنت طبعا مهمين النهاردة بيخلونا ننفرد بصدارة ويمكن الفترة الفاترة كانت صعبة بالنسبة لنا ولكن الماتشات كانت كلها منتحمة ببعض لكن الحمد لله على تلاتة بنت النهاردة وان شاء الله الماتشات اللي جاء بكواسين يمكن جايد خلال الفترات السابقة هل ده دافع ان شاء الله بنسبة لك ان انت تعود لصفوف منتخب مصر وهل في اي مكالمات حصرت ما بينك من الجازب والله طبعا اه يمكن ديت طبعا من الاهداف بتاعتي لان انا بقى موجود معهم في كاس العالم شرف لا يلعب ان هو يلعب كاس عالم وان شاء الله الفترة اللي جاية تبخير يعني ان شاء الله بتلعب في مركز مش مركزك الاساسي مركز المساك في صعوبات بنسبة لك رغم ان انت ما شاء الله بتأدي بشكل جيد جدا واللời يمكن ثقة الدخول اللي بي دهاني بتسائل الامور ثقة الدخول اللي بيتسال الامور بالنسبة لي انهم عندهم ثقة فيها فالحمد الله يعني الواحد بي عنده ثقة في نفسه وان شاء الله الواحد يعد ان شاء الله الفترات الجاية بإذنه ويأتك لمرحلة المقبلة وشكل متوسع على طولة الدورة طبعا لسه طولة الدورة لسه الدور التاني كله فان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم بإذن الله ونقدر نحاء كل طابونت كل ما تش إن شاء الله اشتركوا في القناة